نروح بقى الموضوع تاني قام كابتن محمود الخطيب رئيس النادي والموجود حاليا في دولة الامارات العربية الشقيقة بزيارة لنادي ضباط الشرطة في دبي وكان في استقباله مع علي الفريق علي عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي وبعد حوار ودي قام المري باستحاب رئيس النادي الاهلي في جولة تفقدية بنادي ضباط شرطة دبي تفقد خلالها منشآت ومرافق النادي وتبادل كابتن محمود الخطيب والفريق المري الهدايا التسكرية تعبيرا عن العلاقات الوطيدة اللي بتربط ما بين النادي الاهلي واشقائه بدولة الامارات لكن رئيس النادي الاهلي قد توجه الى الامارات طبعا زي ما حضراتكم عارفين قبل ايام لتسلم جائزة محمد بن راشد للابداع الرياضي اللي حصل عليها النادي بوصفه واحد من احسن المؤسسات الرياضية العربية عن عام 2021 وهو اللي بالفعل فاز بهذه الجائزة طبعا حاجة عظيمة جدا وكالعادة النادي الاهلي هو مصدر يعني فرحتنا وبهجتنا وكان نفسي نفرح بمنتخبنا زي ما احنا فرحلين كده بالنادي الاهلي ولكن ربنا يصلح الاحوال ان شاء الله